كيف يمكن أن ندعم شعب غزة تحت هذا الحصار والتجويع والكهرباء اللي تقطعت والمية اللي ما بتوصلش من ست أيام وكل هذه المشاهد الظلامية اللي احنا بنشوفها والدموية اللي احنا بنشوفها في غزة والحديث عن ممرات إنسانية آمنة لأصول المساعدات وإطلاق الجانب المصري هذه المبادرة وحديث السيد رئيس عبدالفتح سيسيو أنه مصر على استعداد تام لإيصال هذه المساعدات وعلى الجانب الآخر العالم الغربي على وجه التحديد متقاعس يعني من أرسل المساعدات اليوم هم الأردن التركية الحديث عن هذه الممرات الأمينة كيف يمكن أن تتحقق وتصريحات متضاربة من البيت الأبيض ومطالبة بهذه الممرات وفي نفس الوقت دعم غير مسبوق من قبل الإدارة الأمريكية بهذه الأسلحة اللي شفناها تحركت ويمكن كأنها كانت جهزة لدخول غزة خليني أقسم سؤال حضرتك لجزئين الجزء الأول هو متعلق بالسمرار الانتهاكات الإسرائيلية والسمرار أنه هو سقوط العشرات من الشهداء والقتل المدنيين من النساء والأطفال والعواجز فيه أنه هو فيه قطاع غزة وده حتى دفع الأمم المتحدة ودفع حتى الدولة المصرية والجامعة العربية وبعد حتى المؤسسات والمنظمات الدولية إلى ضرورة العمل على فكرة إغاء وقف هذا القتل الممنهج للشعب الفلسطيني أو المديني العزر في الأراضي المحتلة ما يدور حول هذه القصة الآن؟ هذا يتوجب التحرك في تحركات من الجانب المصري مع الشركات الدوليين حتى مع الجانب الإسرائيلي ومع الدول العربية ومع الجانب الغرب بخطورة هذا الأمر وفيه دفع ما بدأ الموقف بدأ يتغير ما بدأت حالة أنه هو زيارة حدة الانتهاكات التي تعرضت لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تأخذ حيز من الاهتمام يعني فالموقف الأمريكي بعد ما كان بيقول أنه هو حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وكان فيه تجاهل تام لسقوط مدنيين وأن الطريق الإسرائيلي يكون باستهداف المدنيين وليس كما يعني لم نجد مثلا أن إسرائيل مثلا تحدثت عن استهداف البناء التحتية لحركة حماس في قطاع غزة كل ما نشاهده هو استهداف للمدنيين العزة وستهداف المستشفيات وغيره من هذا الأمر هذا ما يتوجب هو ضرورة التحرك وزيادة هذه وزيادة الجهود بشكل عام الجهود الإقليمية والجهود الدولية لفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود موضع إلى قطاع غزة لأن استمرار هذا الوضع كما هو واقع الآن قد ينطق عنه كارثة إنسانية الوضع كارثي بالفعل ولكن ممكن أن نصل إلى صعوبة أكثر إلى وضع إنساني أكثر نتحدث عن تهجير مليون أو أكثر من مليون مواطن قصرا قصرا من منطقة إلى منطقة أخرى في أوضاع إنسانية متردية بالفعل المستشفات لم تكن تتحمل هذا الأمر هناك وهذا مصر الآن فيما يتعلق بمصر فيما يتعلق بالجزئة المتعلقة بالمساعدات تحديدا نحن جهزنا مطار استقبل مساعدات من أردن في مساعدات كمان من دولة الإمارات العربية وفي مساعدات جاية من تركيا وأعتقد أن مصر جاهزة الآن بأن تكون بإصال هذه المساعدات إلى سكان القطاع المحاصر ولكن نحتاج أن تتضافر كل الجهود الإكليمية والدولية للوصول لهدنة إنسانية من يمتلك دور الوساطة الآن ويمكن لطالما أخذ الجانب المصري هذه الوساطة على عاطقه وتحققت بالفعل مرات عدة الوساطة بالجانب المصري اليوم من يمتلك الوساطة ومن يمتلك الهدنة ووقف إطلاق النار يمتلك من الجانب الفاعل لوقف مزيد من إزهاق الأرواح للشعب الفلسطيني أحداث غزة الأخيرة أو الحرب الحالية تختلف تماما عن كل حروب المواجهات ما بين كيف تختلف عشان نتوهم الناس تختلف في أمور أنه هو لازم هنرجع تاني اليوم 7 أكتوبر حجم الخسائر الإسرائيلية نحن نتكلم هنا على دخلين في 1300 قتيل فيهم أكتر من 240 عسكري وشورتي أو وفيه قتل مدنيين بالعشرات إسرائيل فكرة الجيش الذي لا يرضع الجيش الذي لا يهزم تم حالة الهيبة لإسرائيل الجيش الإسرائيلي هل حجد هذه الحشود العسكرية الهائلة الإسرائيلية والحديث عن اكتياح بري لرد كرامة إسرائيل بعدما حدث 7 أكتوبر هو فكرة الحج العسكري يعني فيه نوع من الحجد يعني الحج العسكري الإسرائيلي ده كد يكون لي بعض الأسباب والدوافع وفيه فكرة أنه هو إرسال الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قطع عسكرية وحتى كان فيه زيارة النهاردة كمان ليلود أسن هو زير الدفاع الأمريكي لإسرائيل الاتنين لهم دوافع يعني فيه قالك ما من احتمالية وهذا وارد وهذا غير مستبعد على الإطلاق لفتح جبهات أخرى من المواجهة ما بين حزب الله مثلا مع إسرائيل ممكن أن تفتح الجبهة السورية وهذا تصعيد دائر في لبنان بس قد نصل لفكرة مواجهة تفضي في نائل حرب إقليمية يعني حرب إقليمية يعني الجميع سيكون فيها خاسرا